المزيد من التحليل والقراءة في الاستوديا هنا معنا محرر أشوء لبنانية سلمان العنداري ألمك سلمان إذن كما شاهدنا اليوم ما قوت هذا الهدهد وما خطورة ما تم جمعه على لبنان وعلى الداخل الإسرائيلي هل فعلا من يفكر بالحرب مع لبنان سيندم هذه الرسالة التي وجهها حزب الله نعم أروى بطبيعة الحال هذا الفيديو مثير للاهتمام من صح التعبير للمرة الأولى حزب الله ينشر فيديو عن أهداف إسرائيلية أو بنك أهداف داخل إسرائيل ليس فقط في الشمال الإسرائيلي إنما أيضا في كل المناطق الإسرائيلية في الداخل الإسرائيلي وصلت إلى أصدود النقم الجليل بحسب ما تابعنا هذا الفيديو من دقيقة وأحد عشر الثانية يعرض عشرين موقعا كأحداثيات لمواقع إسرائيلية أساسية من بينها أحداثيات بحرية لمواقع بحرية يعتقد بأنها منصات للنفط في البحر المتوسط إسرائيلية إضافة إلى ذلك كان اللافت في هذا الموضوع ونحن نحلل هذا الفيديو تجمعات أمنية إسرائيلية في تل أبيب من بين هذه الأهداف مجمع الأمن والدفاع في تل أبيب وهو الرأس أو العقل الإسرائيلي الأمني في تل أبيب في هذه المنطقة أو المدينة الاستراتيجية لم نعد نتحدث عن حيفا نتحدث عن 170 كيلومترا تبعد عن الحدود الجنوبية اللبنانية نتحدث عن إسدود عن عسقلان عن النقب إضافة إلى مواقع أساسية في الجليل منها مواقع لتصنيع الأسلحة مواقع لأقمار الاستناعية إضافة إلى شركات الكهرباء وتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي أو شركات الطاقة الأساسية في إسرائيل منها شركات ومحطات أساسية في الجنوب الإسرائيلي إضافة إلى مخازن الأسلحة كما قلت وهذا ما تمكننا من التحقق منه من هذا الفيديو الرسالة الأساسية تقول بأن حزب الله يملك أهداف بأن هناك رسالة ردعية أساسية وهي أيضا تدخل ضمن الحرب الإعلامية النفسية المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل خصوصا بعد ساعات من إشاعات كثيرة أو شائعات كثيرة في لبنان عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي تقول بأن إسرائيل ستعلن حرب على لبنان وستبدأ هذه الحرب خلال 48 ساعة وهو خبر نشرة أو نسب إلى رويترز وعادت رويترز ونفت هذه الأخبار إذن هناك حرب إعلامية كبيرة حرب نفسية كبيرة بين حزب الله وإسرائيل إضافة بطبيعة الحال للحرب الميدانية أو التصعيد الميداني على الأرض وأيضا المواقف السياسية التي تشي بأن هناك تصعيد كبير وشد حبل كبير بين حزب الله وإسرائيل وكأن الطرفين يقفان على حافة هاوية ويتبدلان الوعود والتهديدات قبل وقوع الحرب إن صح التعبير وهذا أمر لا يمكن لأحد أن يتكهن به ولكن أشير بشكل مختصر لأن هذا الفيديو اقتطف منه بعض المقاطع لكلام حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله عندما قال إذا فردت علينا الحرب سنقاتل بلا قواعد بلا ضوابط وبلا أسقف وهذا الأمر بطبيعة الحال ينسحب على الجانب الإسرائيلي الذي يقول سنحرق بيروت سنشتاح لبنان وسنعيد سكان الشمال إلى مناطقهم ومنازلهم يعني مشهد وصيف ساخن سيمر على لبنان ماذا لو فعلا صدقت إسرائيل كل ما نشير والرسائل التحليلية التي نشرت وصعدت عسكريا وصدقت القول على هذه الجبهة هل فعلا الرسالة التهديدية التي ينشرها حزب الله من خلال هذا الهدهد ستصبح قيد التنفيذ كل ما ينشره دعائيا وإعلاميا لحرب نفسية على الداخل الإسرائيلي سيصبح فعلا قيد التنفيذ نحن لن نتحدث فقط عن هدهد الهدهد هو الصورة التي بثت قبل أيام لمنطقة حيفا نتحدث اليوم عن مواقع ربما بثت من أقمار صناعية أو من خرائط عادية ولكن للمرة الأولى يقول حزب الله أو ينشر بنك أهداف داخل إسرائيل بشكل موسع إضافة إلى ذلك نتحدث عن مواقع كما قلت أساسية عسكرية استخباراتية أمنية وحيوية في الداخل الإسرائيلي هناك حرب نفسية بين الطرفين هذه الحرب ربما تتطور وتتصاعد أكثر في الأيام القليلة المقبلة بطبيعة الحال إسرائيل تصاعد في الجنوب رأينا الدمار الكبير في المنطقة الحدودية وأيضا حزب الله كشف عن ترسانة عسكرية أساسية من الصوريخ من المسيرات من القدرات العسكرية وهذه رسالة ربما لإسرائيل بأنه قادر على الوصول إلى 200 كم داخل إسرائيل ووصوله إلى أهداف أساسية ربما كانت إسرائيل تعتقد بأن حزب الله لن يصل إليها بأي شكل من الأشكال وبطبيعة الحال هذا نوع من التصعيد والتصعيد المتبادل بين الطرفين بعد رسالة الهدهد وبعد هذه الرسالة اليوم التي ختم فيها أيضا كلام لحسن نصر الله الأمين العام يقول فيها بأننا لن نستكين أو لن سنقاتل في هذه الحرب بشكل أو بآخر وختم فيها بالقول أن من يفكر بالحرب سيندم هي رسائل متبدلة أروى بين الطرفين بين إسرائيل وحزب الله بطبيعة الحال وهو نوع من التصعيد الجديد أنصح التعبير يزيد من شد الحبال بين الطرفين خصوصا بعد الأنباء التي تحدثت عن المواقف الأمريكية المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا للسي أن آن أو المواقف الدولية مواقف جوتيرس الذي قال بأنه لا يريد أن يتحول لبنان إلى غزة ودعا الطرفين إلى ضرورة الحفاظ على القرار 1701 والهدوء على الطرفين الحدود وبالتالي هذا الاشتعال كل يوم يزيد أكثر فأكثر ناهيك عن المواقف السياسية هناك تحريك لأزنهاور باتجاه البحر المتوسط الذي فاجأت داخل إسرائيلي هو حجم ترسانة حزب الله سلمان العنداري أشكرك سلمان العنداري محرر الشؤون اللبنانية كنت معنا هنا في الأستوديو شكرا جزيلا لك على كل هذه القراءة شكرا جزيلا لك